ديما كلها معنى أولين أولاوية في تراجل اليوم للمسألة المدرب لا أحد شيء مع المدرب نوردين معامل رياض هل مهم ثابت أن يكون مدير رياضي في تراجل رياضي تونسي اليوم؟ بطبيعة في الأندي الأوروبية كل إيطاليا، ألمانيا فرنسا، إسبانيا وظيفة المدير رياضي مهمة خاصة أن المدير رياضي يجب أن يكون لديه الليسانس الليسانس تكنيكي ما عند المدرب يقوم بالفورمسيون ويأخذ شهادة مدير رياضي يوم بعد الانديا تقوم بانتداب المدير رياضي الشيء المعنى في تونس والحاجة هذه نقطة تكرتها برشا مرات أنا في الإعلام منذ أكثر من 18 سنين والنادي يجب الإدارة الفنية وجامعة تونسي لكل القدم تقوم بتكوين خاص للمدير رياضي لا يكفيش أنه اللاعب سابق وإلا مدرب من مدرب ينطلق المدير رياضي مهمة المدير رياضي الحقيقة تختلف برشا هو اللي بيش ينظم الديبرتمون كل السوء عن سكوتينج الاناليز ديبرتمون إذا كان ديبرتمون يعني بالحاجات الذهنية ديبرتمون أطليتيك ديبرتمون دي ريشيرج الحاجات هذه نحكي فيها تولي ديبرتمون فرقة كبيرة كما ترجل للإفريق والنجم الحقيقة والنديس فيقسي يجب يكون عندها هيكلة من نوع هذا وتخمم من تولي يعني تبدل وترولي تنظم الطور الهيكلة متاعها وتنظم الإدارة الفنية متاعها كسوى الأمينيستراتيف والتكنيك الشيء الحقيقة اللي ماهوش موجود لحد لين وإذا كان ماهوش موجود لحد لين مشاكل ديما مشتابقة في كورة القدمة التونسية والانديا الكوبرا هذي معامري صحيح عنده خبرة وعنده تجربة الكبيرة في البطول للشامبيونشيب خاصة وكان قدم موسم الحقيقة موسم ممتاز سنة الماضية واللي يقباله ينجم يكون عليش لاحل من حلول اللي ينجم يجيب معاه أفكار يعني أفكار مختلفة شوي ينجم يطور شوي العمل الفني والعمل الرياضي بصيفة عامة في الترجل الاتوصية نسل ثابت اندي غري تعافه في السيوتي لا لا ما نعرفه وما ما نعرفوش في السيوتي لماذا مش نسل؟ كان في المقافسة ومبعد مرسة ومبعد مرسة مرسة ومسيوتي هو مدرب دون كده وفم فرق ما بين مدير رياضي وما بين مدير فني طوك نحكيه على مدرب مثلاً رينا حتى في في البريزيل مثلاً شنية علقته بالمدير الرياضي شنو معناه مفهمت؟ سان ديبون شنو الأفكار اللي ترح على الإدارة هو يجي قولك حاجة رو مدير رياضي يزمة تمشي بعقلية تونس ما بش تركب عقلية من بره بظروف تونس وطوينس احنا قلتنا المرفات اكزابل بتاع مايفريدي في ثلاث أيام ولا في جمع يعني الأفكار بتاع المدير الرياضي سيأول حاجة هو مدرب التاراج يجب تارف تفاصيل النادي بيدو وكيجيب بنا مدير الرياضي ما نجيبوش تصويرها الخطر عنا مدير الرياضي اخر يدوري في الاسبرانس نتصور هك ليه فميش ليه فم ما فم ما فميش اليوم مدير الرياضي في تراشي مدير الرياضي الي قاد في سياسة في السياسة النادي فميش منصب متسمي مدير الرياضي مدير الرياضي مخدم مدير الرياضي في الاسبرانس مدير الرياضي 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 نجح لأنه يخذف الخفاء لأنه لا يستعرض عضلاته لأنه لا يخرج ينسب النجاح نفسه دائما ينسب النجاح إلى المجموع وإلى سيد رئيس النادي أنا أحبت وقته في الترجي السيد حفي المدب قاعدة ترجر تنسي إلى التدقلق وتتويج محليا وقريا ولكنه لم ينجح في إرساء إدارة عصرية في تكوين هيكلة واضحة للفريق أسوة بالفرق تنفس الترجر تنسي أعلق مستوى أفريقي مثلاً كما الأهلي المصري قاعدة جامعية معناتها يعني ديبون من شخص واحد اللي هو السيد حمدي المدب عندما يغلق لها تفكر شي حبس كلمة كلمة طلبت والزوز ما عاش عندكم كلمة قوية من سكروت فايب طلبت كلمة ببعن كان كل سواء المدير رياضي وقال المدرب في الجيل التاراجي يزم سيد حمدي المدب والمسؤولين في التاراجي يعرفوا اللي التنظيم الإداري والفني متاع تاراجي يزموا يتطوروا اللي العمل اللي قام بالسانوات الكبيرة صحيح عمل كبير قام به سيد حمدي المدب لكن توا كما كان يحكي إزاحمد أسوة للأندية الكبيرة في أفريقيا ولا حتى في أوروبا واللي تاراجي يعني مثال مثال الأندية الكبرى في أفريقيا وحتى في العالم دونك يزم لهيك لامتاعها تطور ومشكل شي يعني يرجع بالنظر للسحامدي المدب دونك الإدارة يزم تخدم عمل يوم يقوم به مدير فني وإلا المدير رياضي بطبيعة بعد فما تعاون مع المدرب الأول للنادي لكن مطبيعة الكلمة الأول والأخيرة تبقى للرئيس النادي في ساعات اليوم حتى الجماهير رياضية هكا أو لا تحب تعرف في الفريق ام تحشكون قاعد يقوم بالانتدابات إسم مورغانيقرام واضح سمحت أي ساحية سمحت لازم وحد يخرج كما تعوي في اليتوار يقولك زيد جزيري هو وأولي ما تعطى المسؤول عن الانتدابات زيد جزيري لا أعكي نحكي لا أعكي أه نحطي مهم حتى الجماهير رياضي اليوم كي من نجحش مثلا مثلا بلالي سعرف كون تحمس ولي وإسوة صحية هل تفهمت هذا؟ أعطيك مظيف تاريخ بأسيبون لا أسيبون نمشي وفاصل الموزيكا وبعد نكمل بقيت حصتنا اليوم